أمر النائب العام بحبس المتهم إسلام محمد أربعة عيام احتياطيا على ضمة التحقيقات لتهامه بقتل المجني عليها سلمة بهجت عمدا مع سبق الإصرار والترصد وقد كشفت التحقيقات حتى تاريخه ارتكاب المتهم للجريمة بعد ملاحقة المجني عليها لفترة هددها فيها ودويها بالإساءة لسمعتها وقتلها على إتري رفضهم خطبتها لها لسوء سلوكه وتعطيل مواد المخدرة ولشدود أفكاره ومعتقداته وقد استكملت النيابة العامة إجراءات التحقيق بالاستماع إلى 11 شاهدا وباستجواب النيابة العامة المتهم إسلام محمد أقر بارتكابه جريمة قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأوضح أنه بعد رفض دويها خطبتها إليه استمر تواصلهما ثم اختلف لمحاولته منعها من العمل أو لقاء صديقاتها بدعوى حرصه عليها وانقطعت عن تواصلها معه بعدما اتهمته بالكفر والإلحاد لما رسمه على جسده من وشوم قرر أن قصده منها لفت الانتباه إليه وأضاف أنه هدد المجني عليها بعد انقطاعها عنه بالإساءة إلى سمعتها وقتلها حيث إنه في يوم التاسع والعشرين من شهر يونيو الماضي عزم على قتلها في الجامعة بمطوى كانت معه ولما فشل استدعى والديه للحضور ليطوب من والدها خطبتها بعدما علم بتواجده يومئذ بالجامعة موضحا أن والد المجني عليه رفض خطبتهما أنداك حتى يزيل ما على جسد من وشول ويستكمل دراسته هذا وقد تمكنت النيابة العامة من التحفظ على عدة أدلة رقمية على هاتف المتهم تؤكد تخطيطه لارتكابه الجريمة وتنفيذها والتي واجهت المتهم بها وأقر بصحتها ومنها التهديدات المشار إليها بأقوال ذوي المجني عليها والمقاطع المرئية المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي كما تحفظت النيابة العامة على هاتف صديقة المجني عليها وصاحب الجريدة التي كانت تتدرب فيها لفحصهما هذا وقد أوضعت مصلحة الطب الشرعي تقريرها بنتيجة توقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها والذي انتهى إلى جواز حدوث الوفاء من مثل التصوير الذي انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة